حبتك يا رب في خلوتي وفاء لمعلم الأجيال مثلث رحمات البابا شنود الثالث أقام المركز الثقافي القبطي الأورسوذكسي احتفالية كبرى بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية بمناسبة مئوية ميلاد قدسته الاحتفالية بدأت بكلمة لنيافة الحبر الجليل الأنبار ميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأورسوذكسي رحب خلالها بالسادة الحضور نرحب بأصحاب المعالي والسعادة والفضيلة والنيافة وكل الحضور الكريم في احتفالية مئوية ميلاد مسلس الرحمات البابا شنود الثالث نيافة أنبار ميا تناول في كلمته صفتين كانت سر اجتذاب كثيرين إلى قداسة البابا شنودة فالحديث عن قداسته ليس بالحديث السهل إلا أنني ستحدث في إجاز عن صفتين كانت سر اكتذاب كثيرين إليه إنساني نزعة عالمي الأفق وعقب كلمة نيافة أنبار ميا تم عرض فيلم وثائقي عن قداسة البابا شنودة الثالث بعنوان الذهبي وخلال الاحتفالية ألقى نيافة الحبر الجليل أمبابولا مطران طنطا وتوابعها كلمة صلت فيها الضوء على الدور المؤثر للبابا شنودة في الكنيسة أحبائي نحتفل اليوم بمؤسسة الكليسة المعاصرة المتجذرة في عمق التاريخ والمتعمقة في إيمانها والسامية إلى عناء السماء في روحياتها وعن محبة النصريين بالداخل والخارج لقداسة البابا شنودة تحدث نيافة الحبر الجليل أمبا موسى الأسقف العام للشباب أنا لن أنت أبدا المظاهرات الشعبية الجبارة اللي كانت بتستقبل البابا شنودة لما كان بيسافر الخارج في مصر محبوب من الكل مسلمين ومسيحيين أما المفكر السياسي الكبير دكتور مصطفى الفقي المعروف بعلاقته الوطيدة بالبابا شنودة فقد أكد خلال الاحتفالية اعتزازه الكبير بهذه العلاقة مبرزا تصريحا مهما للرئيس الأسبق حسن مبارك عن بابا العرب سمعت من الرئيس مبارك شخصيا من فمي الأزن قال ذات يوم كم هو عظيم هذا الرجل لقد عرضت عليه صباح اليوم قلت له يا خداسة البابا الرئيسي اللي بيحكي إنني أفكر في أن أجعل يوم عيد القيامة عطلة رسمية أسوة بعيد الميلاد الأرثوزوكسي في السبع يناير فقال له لا يا فخامة الرئيس لا نريد ذلك قال له لما قال له نحن متفقون جميعا على ميلاد المسيح ولكن نهاياته قضية جدلية الاحتفالية شهدت تقديم كرال أم النور قصائد لقداسة البابا شنودة وترانيمة وأغاني وطنية أضفت أجواء روحانية وحماسية وقبل الختام كرم نيافة أنبا إرمية عددا من الشخصيات وشركاء التعاون في احتفالية مئوية ميلاد قداسة البابا شنودة وقد اختتمت الاحتفالية بإعلان فوز الأستاذ مونير غبور بجائزة المركز الثقافي القبطي الأرثوزوكسي للحكمة والشفقة جائزة البابا شنودة الثالث الفائز بجائزة الحكمة هذا العام هو السيد مونير غبور يتسلمها عنه السيد باسم مونير غبور احتفالية كبرى واستثنائية طالقوا بصاحب الشخصية الاستثنائية العظيم في البطاريكا مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث ترجمة نانسي قنقر